إذن دعوات للوحدة ورسائل طمأنة بعثها رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان بشأن المسار الديمقراطي في البلاد فقد أعلن البرهان التزام القوات المسلحة بعدم الانقلاب على الثورة مؤكدا أن الجيش هو الأكثر حرصا على إنجاز التحول الديمقراطي كما شدد على إجراء الانتخابات في موعدها مضيفا أن القوات المسلحة ستعود إلى ثكناتها بعد الانتخابات في المقابل أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني أن الشعب ليس على خلاف مع الجيش وأن المعركة ضد الانقلابيين أداتها الرئيسية شارع موحد فهل تخفف هذه التصريحات والتصريحات المسؤولين السودانيين من حدة التوتر بين الجنحين العسكري والسياسي؟ نسأل ضيفتنا من الخرقوم رئيس التحرير صحيفة التغيير رشا عوض أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار في سكاي نيوز عربية إذن تصاعدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة إلى مداها بعد المحاولة الانقلابية والتصريحات المتهمة كل طرف كان يتهم الآخر برأيك هل هناك فعلا جهود لتخفيف التوتر من خلال ما سمعناه قبل قليل أم أن الوضع على الأرض ما زال متشنجا؟ بدءا التحية لك والتحية لمشاهدي سكاي نيوز عربية ما زال التوتر في السودان سيد الموقف بين المكونين المدني والعسكري وحتى نكون أكثر دقة بين دعاة التحول الديمقراطي وإكمال الانتقال المدني وبين الانقلابيين وصف الانقلابيين فيه عسكريون ومدنيون هذا هو الانقسام الآن في الشارع السوداني بشكل واضح التصريحات التي تخفف من حدة التوتر موجودة من هنا وهناك ولكن المعطيات على الأرض تدل على أن السودان بحاجة إلى عودة إلى منصة التأسيس الانتقالي مجددا وذلك بوضع كل القضايا المسكوت عنها التي تعرقل الانتقال الديمقراطي والتي هي القضايا المختلف عليها حقيقة بين المدنيين والعسكريين أن توضع هذه القضايا قيد الحوار الشفاف بغية التوصل إلى حلول بشأنها لأن هناك جملة من القضايا إذا لم نتوصل إلى حلها ولكن في البداية هنا كان في اتفاق على فترة انتقالية معدودة بالشهر حتى وبالتالي لماذا الآن العجلة وشعور بأنه يجب الآن انهاء دور الجناح العسكري في المجلس الانتقالي كان هناك تفاهمات فما هي قضايا الخلاف التي دفعت هذا التيار الجديد الذي تتحدثين عنه سمتيه بدعاة التحول الديمقراطي المتفق عليه هو أن تعقد انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية وأن تكون هذه الانتخابات مسبوقة بإصلاحات جذرية في الخدمة العامة في السودان سواء كان الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية لأن أي انتخابات متعجلة وأي انتخابات غير مسبوقة بالتحضيرات التي تجعلها انتخابات ديمقراطية فعلا وذات مصداقية ستكون شبيهة بانتخابات عمر البشير والانتخابات التي تجريها النظم الشمولية والديكتاتورية كمجرد ديقور أو مسحة شرعية على حكم استبدادي لا خلافة على ذلك بين المدنيين والعسكريين ولكن الحديث عن الانتخابات الآن يأتي في سياق الحرب الكلامية والاتهامات المتبادلة كأنما يريد البرهان أن يتهم المدنيين بأنهم غير جادين في الانتخابات وأنه هو الأحرص منهم على إقامة الانتخابات ولكن هذا غير صحيح لأن البرهان يعطل الإصلاحات الضرورية لإقامة الانتخابات وعلى رأسها إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية وأن تكون كل إيرادات الدولة المالية تحت ولاية وزارة المالية الآن الشركات الأمنية والعسكرية وهي تمثل 80% من إيرادات السودان غير خاضعة لولاية وزارة المالية هناك إصلاحات كثيرة يعرقل المكون العسكري الذي يستبطي نية الإنقلاب وهذا ما يعيق التحول الديمقراطي حقيقة أفهم من كلامك أن هناك خشية من أن لو جريت الانتخابات أن تجرى تحت بين قسين وصاية عسكرية أن تعود هناك وصاية عسكرية بشكل ما في المشهد السياسي وبتدخلات كبيرة يؤسس لها هذه الفترة الآن الجناح العسكري كان له أيضا انتقادات على أداء الحكومة واعتبر أن الحكومة تحاول تهميش الجناح العسكري في المرحلة الانتقالية في العمليات العسكرية في بعض المقترحات في غير ذلك هل في فجوة ثقة أم في محاولات حرب كلامية كما وصفتيها؟ طبعا فجوة الثقة موجودة والسبب هو ممانعة العسكريين للإصلاحات الضرورية يعني مثلا عندما يتحدث دعاة التحول الديمقراطي في السودان إلى إصلاح وهيكلة المؤسسة العسكرية يعتبر بعض العسكريين أن هذا هجوم عليهم أو رغبة في تهميشهم والأمر ليس بهذه الطريقة إصلاح المؤسسة العسكرية نابع من احترامها كمؤسسة وطنية نريد لها الإصلاح والتطوير أسوة ببقية المؤسسات في الدولة السودانية ولكن أعداء الإصلاح هم الذين يستبطنون النوايا الإنقلابية وبالتالي هذا الوضع لا يمكن أن يصمت كثيرا لا بد من الحوار الشفاف حول القضايا الحقيقية التي تفرق بين المقون المدني والمقون العسكريين في أيضا محاولات للوساطة أو الضغط سميها ما شئتي حتى من قوى دولية حتى من الولايات المتحدة تصريحاتها زياراتها برأيك هل يمكن أن تؤثر في ما يحدث في المسار في السودان في أي اتجاه ممكن أن تكون هذه التحركات الأمريكية واضح أن المجتمع الدولي من خلال متابعتنا لردود الأفعال على المحاولة الإنقلابية الفاشلة أنه لا يرحب مطلقا بأي انقلاب عسكري على الفترة الانتقالية في السودان وهذا مؤشر إيجابي ولكن حتى تكون هذه المواقف الدولية مفيدة للسودان والسودانيين لا بد أن يكون الصف المدني في السودان موحدا ولا بد أن يأخذ بزمام المبادرة ويخرج الناس إلى الشوارع مدافعين عن الفترة الانتقالية ورافضين بقوة شديدة لأي توجهات انقلابية والأهم من ذلك لا بد أن تكون هناك مراجعة شاملة للأداء في الفترة الانتقالية يتم فيها الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت ويعقد العزم على تصحيح المسار الانتقالي وأن تتم الإصلاحات الضرورية لذلك على رأسها إصلاح الإصلاح الأمني والعسكري والإصلاحات الاقتصادية واستكمال ملف السلام أشكرك شكرا جزيلا ضيفة من الخرطوم رئيس التحرير صحيفة التغيير رشا عوض